وتامر مرسي المنتج الكبير على الأفرت اللي عمله والدعم لدعم من كم يوم أزمة المخرج محمد سامي متصدر السوشيال ميديا وده بعد ما طلعت مجموعة المتحدة لخدمات الإعلامية قرار بوقف التعامل معي وبالرغم من إن الشركة ما طلعتش أي بيان أو تصريحات عن الأسباب اللي عشانها أخذت قرار واقف في التعامل مع محمد سامي إلي إن محمد سامي نفسه طلع ولمح عن الأسباب دي محمد سامي طلع في تصريحات صحفية ولمح إن قرار الشركة بوقف التعامل معاه كان السبب الحقيقي وراه إنه ما احترمش بنود العدد وقال محمد سامي إن الشركة المتحدة خدت القرار ده ضده بعد ما تكلم عن أعمال فنية المفروض الشركة هتنتجها خلال الفترة اللي جاي ومن ضمن الحاجات دي كان الجزء الثاني من مسلسل لولو بس خلال الفترة اللي فاتت طلعت أخبار عن جلسة للصلح بين المخرج والسيناريست محمد سامي وبين رجل الأعمال تامر مرسي رئيس الشركة المتحدة لخدمات الإعلامية وبرضو بالرغم من إن الجلسة دي كانت بعيدة عن الإعلام إلي إن في مصادر اتكلمت عنها في تصريحات صحفية وقالت إلي دور بن محمد سامي وبين تامر مرسي وقالت المصادر دي إن محمد سامي أكد لتامر مرسي حصن نيته في الكلام عن الجزء الثاني من مسلسل لولو وإنه ما قصدش إنه يخالب بنود العقد بينه وبين الشرك ورد محمد سامي كمان عن الكلام اللي انتشر بشكل كبير على الخلاف بينه وبين النجمين أحمد الساقة وأمير قرارة أبطال مسلسله ونسل الأغراب وقال إن بتجمعه بين نجمين علاقة صداقة كبيرة وإنه عمر ما هيضحي بنجمين كبار زي أحمد الساقة وأمير قرارة أو يقلل من دورهم قدام أي حد حتى لو كانت مية عمر وقال محمد سامي كمان إنه ممكن إدارة النجمين الكبار ما كانتش على مستوى وإنه دل أثر على العمل في النهاية إنه يطلع بالشكل ده بس ده برضو غير مقصول وقال المصدر إنه بعد الجلسة دي طلب رجل الأعمال تامر مرسي عمل جلسة تانية مغلقة مع المخرج محمد سامي لكن اللي اتنين ما صرحوش إيه اللي تم في الجلسة دي عن إيه اللي حصل بينهم أو إيه اللي وصلوله لحد دلوقتي